الجهاز الفني لمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي فيتوريا استقر على ضم 22 لعب من الدور المصري لقائمة المنتخب وده استعدادا لمواجهة ملاوي واللي هتتلعب المباراةين يوم 24 و28 مارس المباراة الأولى هتكون في القاهرة والتانية في ملاوي فريق الأهلي أنهى تدريب والختام يمبارح استعدادا لمباراة القطن الكاميروني اللي هتتلعب النهاردة الساعة 6 بالليل ضمن منافسات الجولة الخمسة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا وخاد الفريق التدريب الختامي وأدى لعيبة تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادا للمباراة أكد مارس الكولور المدير الفني للأهلي جهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة من أسعى للظهور بشكل جيد عارفين أن فريق القطن عايز يعمل كل حاجة علشان يحصل على ثلاث نقط وده اللي بيأكد على صعوبة المباراة من ناحية تانية أكد البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك على أهمية مباراة شباب بلوسداد الجزائري اللي هتتلعب النهاردة في الجولة الخمسة لمباراة دور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا وقال فرييرا عارف كويس أن فريق الجزائري منافس قوي وهدفنا واضح وهو الفوز وبس ومش هنرضى بأي نتيجة تانية شباب بلوسداد فريق محظوظ في لقاء الجولة الأولى وكنا لأفضل خلال المباراة لكن نخسرنا بضربة الجزاء نادي منشستر يونايتد حقق الفوز على فريق ريال بيتس بنتيجة 1-0 في المباراة لتلعب تنبارح ضمن منافسات لقاء العودة من الدور ثمن نهائي ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي بالنتيجة دي اتأهل منشستر يونايتد لربع نهائي البطولة الدوري كمان اتأهل يوفينوس الإيطالي لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على فريق برايبورج الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب يوروبا بارك في لقاء العودة من دور 16 من مسابقة اليوروبا ليج تأهل نادي شبلية الإسباني لربع نهائي الدوري الأوروبي رغم هزمته أمام فناربخشا التركي بهدف نظيف في مباراة العودة اللي أقيمت بينهم من بارح ضمن منافسات إياب دور 16 من المسابقة القرية يوروبا ليج وتأهل روما الإيطالي لربع نهائي الدوري الأوروبي رغم تعادله سلبيا مع مضيفه فريق ريال سويسي داد بدون أهداف في اللقاء اللي جمعهم مبارح في إياب دور 16 من المسم الحالي 2022-2023 وكان روما قد حقق الفوز بثنائية في لقاء الذهب كمان نادي سبورت انجليش بورنا البرتغالي فاز على أرسنال إنجليزي في بطولة يوروبا ليج للمسم الحالي 2022-2023 براكلات الجزاء الترجحية من نتيجة 5-3 في المباراة اللي أقيمت مبارح في إياب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 مشاهدينا خلصت نشرتنا الأراضية ونرجع مرة تانية كامل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع بسانتو مصطفى شكرا لك يا لامي ترجمة نانسي قنقر